لأي حد أعاوز أتعلم إزاي يصمم موقع إلكتروني بدون أي خبرة بالمرمجة وكمان مجانا واستضافة مجانية 100% مش كده وبس أنت كمان ممكن تقدم الخدمة دي لشركات أو لأفراد أو لناس تانيين وتحقق ربح وانت قاعد في البيت وهعرفك كل حاجة من دول بالتفصيل خطوة خطوة تعالوا نشوف إزاي قبل ما نبدأ أوريكو إزاي نحن نصمم الموقع أوريكو الأول ده موقع أنا عملته هوت على مواقع جوجل فيه ثلاث صفحات اللي الصفحة الرئيسية اللي موجود فيها الموقع زي ما انتم شايفين او ضغطنا هنا كده حوريكو شكل الموقع على الحقيقة بعمل إزاي ده شكل هو على الكمبيوتر أنا حطت مثلا هنا ثلاث أقسام فيهم صور وفيهم زر اطلب الآن وهنا مسلا فيه عندهم عرض خاص ده برضو كان يعني أحد العمل أبعت لي وأنا خدت الصورة بتاحت وحطيت هنا كتجربة بس فقط كده وهنا مسلا دي صور سلايد بتظهر آآ في الصفحة الرئيسية واجي ده عنوان الخرايط آآ وتحت هنا فيه نشرة العروض الخاصة لحد عاز يشترك بالبريد الإلكتروني بتاعه طب لو ضغطت هنا شوفوا ده شكله كده هوت مثلا على التابلت هيزهر بالشكل دوت لو ضغطنا هنا كده هيجيب لي شكل الموقع على أجهزة الموبايل هيزهر بالطول كده زي ما انتم شايفين كل حاجة مزبوطة مية في المية وما شاء الله شكله ممتاز لو ضغطنا هنا مثلا على القيمة اللي فوق هيجيب لك الصفحات التانية اللي موجودة في الموقع بتاعنا دوت تعالوا بقى دلوقتي نشوف إزاي ده نقدر أعمل موقع شبه الموقع ده كده أو أي موقع انت ممكن تتخيله إزاي نحن نقدر نعمله على جوجل مجانا مية في المية أول حاجة هتعملها هتروح على متصفح جوجل وهتيجي تكتب فوق كده في البحث مواقع جوجل وهنضغط عليها النتيجة اللي هتظهر لي ده زي ما انتم شايفين مواقع جوجل هنضغط عليها ضغطة كده هيفتح لي الصفحة اللي انتم شايفينها ديت طبع انت هتفتح لك صفحة بيضة ان انت حسابك لسه جديد عشان ابدأ ان انا اعمل موقع جديد او اضغط على علامة الزائد اللي تحت ديت هيبدأ يفتح لي صفحة فضية خالص ابدأ انا اصمم الموقع اللي انا عاوزه وعاوز اصممه انا هناخد الموقع اللي انا عملته دوت وههوريكوا ازاي انا عملته وانتم هتخذوا الطريقة بعد كده واتطبقوها على اي موقع تاني زي ما انتم شايفين هنا عندي مسلا الجزء اللي فوق فيه ده بيسموه الهيدر فيه مسلا اللوجو بتاع الموقع هوت طبعا الكلام الموقع ده مش حقيقي انا عمله بس عشان خاطر ايه نجرب عليه وهنا مسلا اسم الموقع مسلا مطعم كزا وهنا فيه صفحات والكلام ده كله طب ازاي انا حنفس بقى الحاجات ديت خط وخطوة تعالي نبدأ الاول بالجزء اللي فوق دوت اللي هو بتاع الهيدر ازاي انا اعمل اخصص الشكل دوت لو جينا كد نرجع للموقع بتاعنا الجديد هنبدأ نضيف هنا اسم الموقع بتاعنا انا حسميه مسلا حاجة تانية مختلفة مطعم بالهانة مسلا على سبيل المسال ماشي نغير بس الاسم ده اهو واخدوا بالكم بقى ان الوقت عاوز اغير شكل الفنت او الخط دوت ماشي انا عاوز يغيره هيغيره ازاي زي ما انتو شايفين بيظهر لتحكمات في الجزء اللي فوق دوت ماشي لو دغطت على الحتة دي كده هيبدأ يظهر لكل شكل الخطوط اللي موجودة على جوجه سواء الخطوط العربية او الخطوط اللي هي الانجليزية انا لو عاوز خط عربي انا عن نفسي بستخدم الخط اللي اسمه كايرو دوت انا بيعجبني صراح الخط دوت بستخدمه غالبا في اغلب المواقع لو مش ظاهر عندك هتيجي تضغط على كلمة مزيد من الخطوط كده هوت وحتكتب هنا اسم الخط اللي انت عاوزه وحتبدأ تعمل عليه بحث مجرد ما هنكتب كلمة كايرو بس الخط عربي كايرو اهو اهو شكل الخط عندي تحت فرنساوي فانقلب انجليزي هنكتب هنا كايرو هاختار الخط بتاع كايرو دوت واضغط اوكي اهو لو ضغطت بقى هنا كده جيت على كايرو هقول لك مثلا في خط خفيف في خط عادي متوسط نختار السمك بتاع الخط انا بس اقول له ايه شبه غامق او لو مسلا اخترت غامق طبعا هنا هنا ما اتطبقش شوفوا بقى دي من الحاجات الاخطاء اللي ممكن واحد يقع فيها فانا لازم اعلم على الكلام كده اضغط عليه ثلاث مرات وحاجة هنا كده واختار الخط مرة تانية واروح على كلمة اه غامق زي ما انتو شايفين الخط اتغير عندي لو عاوز بقى اتغير الحجم بتاعه 64 ده حجم كبير جدا انا هخليه مسلا حجم 36 تمام؟ كده انا حطيت ايه الكلمة او الكلمة الرئيسية اللي بتحطت عندي هنا طب عشان احط بقى الصورة اللي في الخلفية هروح هضغط على تغيير الصورة و هضغط على كلمة تحميل ودي الصورة اللي انا حطيتها في الموقع اللي هناك وهضغط على كلمة اوبن هيبدأ ان هو يحطيلي الصورة في الخلفية طيب لو انا عاوز بقى الكلام ده ما يظهرش وعاوز الصورة اللي في الخلفية اللي تظهر واضحة بس وهي ليكون موجودة هروح جاي على الكلام ده كده ومعلم عليه وهضغط على المسحة في الكيبورد هيمسح عندي الكلام و هضغط على النجوم اللي موجودة هنا زي ما انتو شايفين بدأت ان الصورة تظهر عندي لوحدها من غير الكلام المكتوب عليها طب انا عاوز اشوف شكلها في الحقيقة اعمل ازاي هروح رايح على الحتة اللي فوق دي هتوضغط على كلمة معينة هيفتح لي صفحة اهو زي ما انتو شايفين طبعا الكلام اللي فوق مش واضح قوي برضو ليها يعني ليها طريقا نغيرها بيها بس نشوف شكل هنا كده اهو شكل مثلا على التابلت هنا الشكل على الموبايل طبعا الشكل شراحة شكل ممتاز جدا ده مطعم اسمه الاسطور انا خدت بس الصورة بتاحته نستخدمها كمثال انما احنا طبعا ده مجرد ايه مثال مش مش اكتر من كده طب لو ضغطنا على علامة الاكسل هنا انهاء المعينة هنرجع على الموقع او الصفحة الرئاسية بتاعتنا تاني طيب احنا بقى عاسين نبدأ ان نضيف بقية الاقسام الاول تعالوا نروح ناخد جولة كده على قايمة لعى الشمال ديت دي الحاجات اللي نقدر اضيفها هنا في الصفحة بتاعتي هنا مثلا مربع نص اضيف نص وهنشوف الحاجات ديت هنا اضيف صورة معينة تضمين دي العازة اضيف حاجة اسمها كود HTML وهنا هو بيضيف لك اقسام جاهزة هنا مثلا تلت صور وتحتهم كلام هنا صورة وصورتين في النص جنب منها هنا صورة وجنبها نصوص هنا صورة وصورتين وجنبهم نصوص وهكذا زي ما انتم شايفين في الشكل ده بالزبط وهنا بعد كل الجدول للمحتويات لو انت مثلا حطت هنا في كلام كتير وفي نصوص كتير فانت ممكن تحط جدول محتويات لها وهنا زر اللي مش عارف رابط الشبكات الاجتماعية احنا هنشوف كل الكلام ده كله حاجة بحاجة طيب تعالوا نرجع للصفحة اللي احنا بنتكلم عليها تاني انا دلوقتي بقى اصدف هنا دي اسمها روابط الشبكات الاجتماعية بتاعتي روابط السوشيال ميديا انا اصدفها في الصفحة وهنا مثلا على سبيل المثال انا حطت هنا تحميل المينيو بتاع المطعم دوت انت ممكن تحط اي حاجة انت عاوزها او ممكن تحزي في الزر ده خالص طيب تعالوا نشوف الاول ازاي انا اضيف الجزئين دول هنرجع تاني الموقع الجديد بتاعنا و هندور هنا على روابط الشبكات الاجتماعية و هضغط عليها ضغطة واحدة بس هيبدأ يظهر لي صفحة هنا كده هبدأ انا احط الروابط بتاعة الشبكات اللي اعاوز اضيفها رابط رابط انا عسبيل المثال هحط مثلا هنا facebook.com طبعا انت بتحط الرابط الخاص بيك انا بس احط الرابط دوت عشان يعني ايه اه اختصارة للوقت عندما انت هتاخد مثلا رابط صفحة الفيسبوك بتاعتك و هتحطها هنا هنيجي هنا مثلا هتاخد رابط الانستجرام او حساب الانستجرام بتاعك و هتحطه هنا هنا مثلا هنروح للبعده هنقول مثلا عاوز احط رابط مثلا عسبيل المثال twitter فانا اقول twitter طبعا برضو بقول انا بكتب بس للامثل عشان يظهر لي الايقونات بتاعتهم انما انت هتحط الروابط الحقيقية بتاعت الحسابات بتاعتك و هنضغط على كلمة ادراج زي ما انتو شايفين ظهرت عندي بالشكل ده زي ما انتو شايفين انا بقى عاوز اغاير مكانها هرح واقف هنا كده و هتظهر لي الاسهم دي و اضغط على زر الموس الشمال و هروح سحبها و هغير مكانها زي ما انتو شايفين كده مثلا هحطها في النص طب هنا ظهرت عندي باللون الاسود مثل الموقع اللي هناك طب انا عاوز اغاير اللون دوت هروح جاي تضغط عليها ضغطة هي كده اتغير المكان بتاعها هضغط عليها ضغطة كده و هاجي هنا على القايمة ديت اللي هو لون الرمز و هضغط كده ملون اسود ابيض رمادي انا هختار كلمة مثلا ايه ملون هتبدأ تظهر لي الالوان بتاعة السوشال ميدا زي ما انتو شايفين الحاجة التانية بقى انا عاوز اضيف جنب منها كده زر و ممكن اضيف تنين ممكن اضيف زر هنا و ممكن اضيف زر هنا طيب ازاي هنروح على القايمة الشمال و نرجع بس هنا تاني و نروح على القايمة الشمال و دور على كلمة زر طبعا الزر ده مهم جدا بالنسبة لي و بنستخدمه كتير هدغط عليها ضغطة واحدة كده هشوف ايه الكلام اللي انا عاوز اكتبه على الزرار ده جدا انا مثلا هشيك كلمة تحميل المينيو هفترض كلمة مثلا اتصل او مسلا الواتساب مسلا يعني رسلنا على الواتساب مسلا على سبيل المسال حلو كده وحاجة هنا هاخد الرابط بتاع الرقم بتاعي على الواتساب وهروح حطه في الجزء اللي هو مكتوب فيه رابط انا هحط اي رابط انا هخترع اي رابط دلوقتي بس احاول انجليزي تاني واقول مسلا جوجل اي حاجة يعني جوجل دوت كوم طبعا انت هتحط رابط الواتساب بتاعك الناس هتغط الواتساب وهتغط على كلمة ادراج ظهر عندي الزر هو زي ما انتم شايفين هروح سحبه كده ورايح هنا حطه على الجزء اللي هو الشمال دلوقتي انا بقى عاوز اغير اللون بتاع الزرار دوت انا مفيش قدامي يعني اخيارات كتير في تغيير اللون هنا مثلا انا عاوز اغير اللون لازم اختار اللون الاساسي اللي هستخدمه في الصفحة كلها ازاي الكلام ده هروح على كلمة المظاهر هنا ماشي وهختار اللون اللي انا عاوز من اللي هي الالوان الاساسية دي او اللي انا هضغط هنا كده هختار لون مختلف ماشي مسلا اللون اللي هو اللي دستو دي هيجيبلك الوان تانية مختلفة نزلنا تحت شوية اللي هو المستوى ده هيجيبلك الوان الصفرة ده تبقى ماشية شوية معنا فانا هختار اللون الاصفر ده هيبقى شغال معنا كويس لو بصونا هنا بقى على اليمين هتلاقي لون الزر تاعك بقى شكله مختلف طيب تعالوا بقى نرجع تاني دغط على كلمة ادراج وهنفطار ان انا حتيتنا مسلا رسلني على الواتساب وعاوز احط زر تاني جنب منه مسلا اللي هو يوديني مسلا على خرائط جوجل فحضغط على كلمة زر وحقل مسلا اه اتجاهات الخرائط اتجاهات الخرائط ماشي وحاجة نفس الحكاية هنا هاخد الرابط بتاعي بتاع الخرائط جوجل اللي انا عاوز اودي الناس عليه فراح حاطط الرابط هنا انا برضه احط رابط دلوقتي وهمي اه اي كلام هعط برضه رابط جوجل دوت كوم احنا بس بنجرب وبنعرفكم ازاي الطريقة وانتو تحط الرابط بعد كده اللي انتو عاوزينها وهضغط على كلمة ادراج طبعا برضه الزر دخلي في قسمه منفصل انا هضغط كده عليه وهروح سحبه ومطلعه وحطه هنا كده اهو طيب اعندي زر هنا فيه رسلني على الواتساب وهنا زر السوشال ميديا وهنا زر اتجاهات الخرائط انا عاوز اغير اماكنهم وابدل اماكنهم هروح مسلا ماسك ده كده وهروح سحبه حطه مسلا في النص هنا بين ايه بين الاتنين بقى عندي ظهرين عندي بالشكل دوت تعالوا نشوف الشكل برضه دلوقتي عامل ازاي في الحقيقة لو روحنا ضغطنا فوق على كلمة معاينة اهو شايفين ادي ظهر عندي بالشكل الجميل المنظم اه زي ما انتو شايفين دوت اه ادي شكله على الموبايل طبعا اهم حاجة الشكل على الموبايل او الشكل على الاجهزة المحمولة ان الثمانين في المية من الزيارات للمواقع دلوقتي بتتم او اكتر من ثمانين في المية كمان بتتم عن طريق الاجهزة المحمولة او اجهزة التليفون او الموبايل ادي شكله على الموبايل اهوت هنا في ملحوظة مهمة جدا يضغط على انهاء المعاينة الترتيب من اللي بيزهر الاول قبل التاني دايما هنا في جوجل الحاجة اللي موجودة على الشمال هي اللي هتظهر في الاول على الموبايل يعني هنا مين الحاجة اللي موجودة على الشمال هنا موجودة عندي السوشال ميديا بعدين اتجهت الخرائط بعدين رسلنا على الواتساب فحتلاقي اللي هي السوشال ميديا هي اللي هتظهر الاول يعني انا لو سحبتها وجبتها على اليمين كده مش الاول اجيبها هنا معين اصحب ده اجيبه في النص دلوقتي بقت موجودة فين موجودة على اليمين فمعنى كده انه هتظهر الازرار دي هي اللي هتظهر الاول وبعدين اللي هيزهر ايه اللي هيزهر عندي هو اه السوشيال ميديا تعالوا نشوف كده ونجرب لو رجعنا هنا كده تاني اهو زي ما انتم شايفين التعكس اللي الترتيب بتاعهم بقى عندي الازرار هي اللي موجودة الاول وبعدين عندي اه روابط السوشيال ميديا طيب تعالوا بقى نرجع تاني خلصنا جزء جميل جدا هو في الموقع الالكتروني بتاعنا تعالوا نشوف الجزء اللي بعد منه بقى الجزء ده اللي هو جزء الخدمات او الحاجات اللي انا بقدمها عندي انت ممكن تحط فيه برضو اللي انت عاوز ما مش هتفرق طيب ازاي انا اعمل قسم زي القسم اللي موجود دوت تعالوا نرجع هنا ونشوف زي ما انتم يوردكوا فوق اهو هنا عندي هنا بصوا لو ركزنا عليه عندك صورة يعني الخط اللي هو الطخين ده يعني فيه عنوان وبعدين فيه تحت منه تفاصيل انا عاوز القسم ده هروح ضغط كده ضغطة واحدة بس هيخش اللي القسم هنا اوتوماتيك على طول وحط فيه بقى اللي انا عاوزه طيب وزي ما قلنا برضو خدوا بالكوا القسم اللي عالشمال ده عالموبايل هو اللي هيظهر اول واحد بعد كده اللي في النص بعد كده اللي هنا فتعالوا نبدأ بالعالشمال لو ضغطنا هنا هنشوف ايه الصورة اللي انا عاوز احطها هنا ماشي هقول له مثلا حاجة من الاتنين خدوا بالكوا فيها هنا حتة مهمة جدا تحميل يعني اختار صورة موجودة عندي من من الكمبيوتر او اختيار صورة هجيب لي حاجة مختلفة شوية ايه هي لو ضغطت عليها كده بيقول لك حمل صور من جوجل درايف عندك او عندك رابط لصورة او الحتة بقى الجميلة قوي صور بحس جوجل ماشي هنفترض ان اعود صورة اي صورة مسلا من عن نت فحاجة هكتب هنا اسم الصورة انا هكتب مسلا اه عصائر اه او زي مسلا احنا هكتب مسلا ايه دجاج على الفحم دجاج على الفحم وهضغط انتر هيبدأ يجيب لي صور موجودة على جوجل اي دي الصورة مسلا دي اللي انا مستخدمها اي اروح ضغط عليها كده ماشي وهضغط على كلمة ادراج ده خليتلي الصورة في القسم هنا ماشي طب تعالوا دي في صورة تانية وهنفترض ان اي با عاوز احمل صورة موجودة عندي على الجهاز فحضغط هنا وهختار تحميل يعني افتحلي الكمبيوتر عندي وهشوف مكان الصورة اللي موجودة اعصدفها فين هنفترض ان هي الصورة ديت مسلا هختار الصورة دي واروح اطيتها اه في الاختيار اه هتبدأ الصورة تخشيلي بالشكل ده زي ما انتم شايفين اه انطبع بختار كل حاجة بس للمسال هنا كده هنقول مسلا ايه اختيار صورة اه وهنصور مسلا صور بحس جوجل وهقول مسلا كباب على الفحم كباب على الفحم وهضغط كده هوت اهي هتظهر لي صور كتير نفس الحكاية هختار اي صورة انا عاوزها منهم احنا بس بنجرب وهنضغط على كلمة ادراج هتبدأ تخش الصورة عندي زي ما انتم شايفين هبدأ بعد كده بقى انا عاوز احط وصف للصورة ديت هقول مسلا كباب على الفحم ومسلا دي كده كمان هقول اي حاجة دي اكلة مغربية انا مش فاكر اسمها هي اللي اسمها تنجية مسلا اه وهنا مسلا هقول اه دجاج على الفحم طبعا انت لو بتعمل موقع لشخص مخصص فانت هتختار الصور اللي هو هيبعتها لك مش هتحط صور طبعا من عن نت ولا كلام من ده هتحمل الصور من الكمبيوتر عندك هنا مسلا اه يتوفر اطلب اه يتوفر توصيل يتوفر برضه هتحط الكلام اللي انت عاوز انا بافطار الكلام يتوفر توصيل او استلام او استلام من المطعم اهو احقل مسلا نسخ الكلام ده اروح وقته اعمله كوبي اروح رايح هنا واحطه تاني اضغط باك سبيس عشان ارجع بقى فيش مسافة واجه هنا راح قطط كنترول في واضغط باك سبيس مرتين عشان نشير المسافة ديت اهو بقى عندي بالشكل ده زي ما انتم شايفين تعالوا نشوف شكله برضه هبقى عمل ازاي اهو ننسل تحت ماشاء الله الشكل منتاز وجميل جدا اهو ماشي تعالوا نرجع تاني نشوف هنا بقى حد هيقولي طيب انا عاوز بقى احط الزر اللي انت حطه دوت ده مش موجود طيب تعالى نشوف فحاجة تحت نفس حكاعة قايمة العشمال وهضغط على كلمة زر وهشوف ايه الكلام اللي عاوز اكتبه على الزر انا هفطرد ان اعوز اكتب اطلب الان واطلب الان دي مسلا هتوديني على اه الواتساب او هتوديني على اه احني اي شيء مهما يكون عادي مسلا على خراية جوجل تمام? وهتحط هنا الرابط بتاع الواتساب اللي عاوز اوديهم عشان يطلبوا من عليه مسلا او مهما يكون الشيء وهت احط الرابط انا افطرد برضو كلمة جوجل احط رابط واهمي كده وهتغط على كلمة اه ادراج طبعا الزر الراح لي في برضو في ايه في مكان منفاصل خالص لانا هشده كده وراح انت جاي بدخله فين? هدخله هنا هون جيب لي العلامة الزرق او الخط اللي زرق دايق با هو ده المكان اللي انا عاوزه فيه اهو هروح انا جايبه وحطه هنا كده طيب نفس الحكاية بقى هعملها في الجزئين دول وانا هجري او هوقف التصوير هنا شوية وحقق لغاية لما خلص نفس الحركة دي مرة تاني طيب ان الوقت ارجع عليكم تاني ان فيه حاجة جميل قوي هتسهل علينا الموضوع دوت ان انا اضغط على الزر بسهو اتاكد انه متعلم عليه لوحده وحضغط على كنترول سي او على كنترول سي في في الكمبيوتر عند اضغط كنترول في هيبدأ ينسخلي الزر اللي انا حطه ها بدل معاود اعمله من جديد واكتبه من جديد لا انا كده ايه اه اعملته بسهولة هروح سحبه وحطه برضو نفس الحكاية هنا وهضغط كنترول في مرة تانية هروح سحب الزر وحطه في نفس المكان ده اهو بقوا زي ما انتم شايفين النفس التصميم اللي احنا عملناه في الموقع اللي فات فهو نفس التصميم اللي موجود هنا طيب فاضل معانا ايه ان انا عاوز اضيف صورة يعني ممكن بقى ان انا اتحكم في تصميم الموقع دوت بشكل جميل جدا ان انا اضيف صور مصممة بشكل معين شكلها كويس ومكتوب عليها الكلام ومنظم او ان انا اعاوز اضيف صورة مهما تكون الصورة مسلا عندي عرض خاص او اي شيء فهو اضيف الصورة اللي انا اعاوزها طيب از انا هعمل كده بنتهي السهولة هارجع تاني وهضغط على اه صور كلمة بقى صور اللي فوق دي وهقول مسلا تحميل وهختار الصورة اللي موجود انا عاوز احملها انا اختار الصورة هي النفس الصورة احنا حطينها وهضغط على اوبن نزلت عندي الصورة اهو زي ما انتم شايفين اعاوز احطها في النص اراح كاي ساحبها كده بنتهي السهول اضغط عليها واسحبها اراح احطيتها في النص عشان اللي بقى اجهزة الكمبيوتر تظهر شكلها مصبوط ولو احنا شوفنا شكلها على اجهزة الموبايل نفس الحكاية انزل كده انزل 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 اهي الصورة موجودة عندي وشكلها ممتاز والموقع شكل منظم جدا طيب هنضغط تاني وهنشوف القسم اللي بعده دي بقى القسم مهمة قوي ان هو القسم دلوقتي الاسمه سلايدر اللي هي الصور المتحركة اللي ممكن تعمل مسلا عرض المنتجات بتاحتك لو انت مسلا الموقع ده مسلا لساعات او الاجهزة الكترونية او كزا ممكن تحط صور متحركة هنا بتعرض المنتجات بتاحتك او الخدمات اللي موجودة عندك طب ازاي انا حط القسم ده الاول تعال نشوف شكله عامل ازاي لو نزلنا تحت اهو زي ما انتو شايفين بصوا الصور بتحرك لوحدها ازاي اهي بتعرض لوحدها تعالوا بقى نشوف ازاي نضيفه هروح جايج الناسل تحت كده شوية هنشوف هنختار بقى هنا ايه هنيجي على الشمال كده وهنختار منصة عرض بصور متغيرة اضغط عليها ضغطة واحدة بس هيقول لي اختار الصور اللي انت عاوز تحطها هدغط هنا عشان اضيف صورة انا هقول له مسلا تحميل صورة اه لو اختارنا مسلا الصورة ديت اهو اعز اضيف صورة تانية اهو اضغط هنا على تحميل صورة واختار مسلا الصورة دي او لو انا عاوز ااخد صورة من على الانترنت هدغط على اضافة صورة بس هكتب هنا بدل تحميل هاختار ايه اختيار صورة وحاجة هنا على صور آآ بحس جوجل وحكتب هنا مسلا عصائر زي ما انا عملت في الموقع اللي هناك على سبيل المسال مسلا يعني عصائر طبيعية اهو اختار اي صورة موجودة عندي ولتاكم مسلا الصورة دي جميلة شكلها كويس وهدغط على كلمة ادراج اضيف صور تانية هضيف وبعد ما اخلص كل الصور اللي انا عاوز اضيفها هدغط على كلمة ادراج بدأت الصور تظهر عندي هوت زي ما انتم شايفين نفس الحكاية ممكن اسحابها واحطها في النص هنا كده بالزبط ماشي وهنا بقى في حتة مهمة جدا لو ضغطت ضغطة كده على الصورة هيبدأ يظهر لي شكل الترس ده لو ضغطت عليه وجيت رجعت هنا على الترس اللي فوق اللي هو اسمه الاعدادات هتلي بولك ايز اعمل اظهار النقاط اللي هي النقط اللي اكتظهر تحت وهنا عرض الشرح انا مش عاوز احشيله فيه مسلا كلام عالصور ولا هاجا الحتة المهمة جدا بقى لها بدء تلقائي ان الصور تبدأ تشتغل لوحدها وهنا سرعة الانتقال يعني سرعة عرض الصور انا ممكن اختار ما بين المتوسطة والسريعة انا ما دي بيحبهاش الصراحة انا ممكن نختار سريعا ونعمل على تحديث تعالوا بقى نشوف شكل الموقع بعمل ازاي عندنا اهو لو نزلنا تحت تحت الصورة ديت هادي اللي سترايدر دي بقى اللي هي النقاط اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي التوضحية دي وهدي الصور بدأت تظهر آآ بسرعة زي ما انتوا شايفين تريبا كل نص ثانية تظهر صورة طي تعالوا نرجع تاني فاضل عندنا بقى ايه هنا آآ فاضل عندنا الجزء الاخير دوت اللي انا عاوز اضيف بقى الخرايط بتاعة المطعم بتاعي او العيادة او مهما يكون عاوز اضيف الخرائط بتاعته او مكانه على خرايط جوجل فازاي نضيف كده منته السهولة هنرجع تاني هنا ها انتوا هتخمنوا ان انا هتدور على حاجة اسمها الخريطة وهضغط على كلمة الخريطة هيبدأ يقولني آآ دخل اسم المكان اللي انت عاوزه لو في المكان دوت خلاص هو موجود على خرائط جوجل دخل اسمه بس وهيبدأ ان هو يتظهر لك هنا انا هنفترض آآ ان انا هكتب مثلا مطعم آآ انا هكتب ايه حاجة من اللي زهرت لي دوت لو هتكتب اسم المطعم مسلا تكتب اسم مطعم معين هيزهر لك المطعم اللي انت عاوزه انا هختار مسلا مطعم صبحي كابر ده اظهر نوع في مصر اضغط عليه كده خلاص اضغط كلمة هو عاوز كابهولك واحد اضغط على كلمة تحديد لو عاست تكبر شكل الخريطة شوية اهو ممكن تكبرك عاوز ان هو يظهر كبير او عاوزت صغيرة شوية عاوزت صغيره كده واحد اضغط على كلمة تحديد هيبدأ يظهر عندي هنا زي ما انتوا شايفين طبعا ان هو طالع في قسم فوق طب انا عاوز ان ازيله تحت روح جاي وقف عن نقط اللي عالشمال دي وابدأ اسحب لتحت كده عشان نزله تحت خالص عشان اختار المكان بتاع القسم اللي انا عاوزه اهو نزلته تحت خالص عندي هي وارح جاي يسحبه برضو نفس الحكاية وحطه ايه اه اه في النص عندي هزا طبعا في خيارات تانية يعني مثلا لو عاز احط للخرايط مثلا جنب العصائر دي اراح جاي على العصائر ومسكها كده وسحبها شمال وراح جاي الخرايط مسكها وسحبها حاططها هنا اهو بقى هما اللي اتنين محطوطين في قسم واحد بس طبعا زي ما قلنا القسم اللي على الشمال هو اللي هيزهر الاول يعني لو رجعنا كده على العرض على التلفون المحمول ونزلنا تحت كده هنلاقي اهو العصائر اللي سلايدر هو اللي ظهر الاول وظهر جنب منه ايه الخرايط نما في العرض على الكمبيوتر هيبقى دي على الشمال ودي على اللي مين طيب اتبقى حاجة واحدة بس في بعض الاحيان ممكن بعض الناس مثلا عاوز اه تجمع البريد الالكتروني اه الاشتراك في النشرة البريدية عشان يبعثوا للعمل عبتوحهم مثلا النشرة البريدية اه عن طريق مواقع معينة اه بتعمل الكلام ده كله زي مثلا موقع ميلتشمب او موقع ميلر لايت ماشي فلازم بقى هنا حاجة مهمة جدا الاول ازاي هدفة هدفة عن طريق حاجة اسمها النمازج بس انا لازم كن عندي نمازج موجودة قبل منها ازاي الكلام ده هنروح هنا كده انا مش هشرح الطريقة كاملة هدفة بقى لها فيديو شرح منفاصل بس لازم هروح على حاجة اسمها اه الفورمز او نمازج جوجل انا كتبت على جوجل نمازج جوجل هجيبلك نفس النتيجة او ضغطت على فورمز انا عندي هنا فورم جاهزة انا مجهزها ومسميها نشرة العروض الخاصة ماشي اه فحاجة هنا بقى على الموقع اللي انا عاوزه وهقول له اضيف لي نموذج هيقول لي اختار نموذج من نمازج الموجودة عندك انا اختار على سبيل المثال اه النموذج دوت حضغط عليه ضغطة كده وهقول على ادراج ماشي هيبدأ ان هو يضيفه لي في اخر الصفحة زي ما انتم شايفين ماشي اه طبعا هو شكل مش مثالي قوي والتصميم بتاعه مش مثالي لكن الشخص عاوزه يضيف نموذج ولا حاجة في اخر الصفحة ممكن يضيفه انا الوقتي هعزفه وحاجة في الاخر بس هعمل ايه هرح واخد القسم اللي فوق ده وهكرره تاني في اخر الصفحة بحيس الشخص لو وصل لاخر الصفحة وعاوز يتواصل معي نفس الحكاية ممكن يبقى ايه الامور سهلة بالنسباله فحاجة هنا كده هتوقع تغطي العلامة دي لتكرار القسم وحاجة هابده اخد القسم اللي انا عملت له تكرار واروح سحبه لتحت خالص زي ما انتم شايفين كده اهو كده انا عملت له تكرار ونزلته عندي في اخر الصفحة تعالوا نشوف شكل الموقع يبقى عامل ازاي اهوت قسم موجود فوق ودهين هنزل تحت اهو موجود عندي تحت شكله على التابلت مسلا اجهزة التابلت اهي نفس الحكاية شكله على اجهزة التليفون نفس الكلام ونفس الحكاية طيب تعالوا بقى نرجع تاني طبعا بقى في بعض الحاجات اللي موجودة عندي تانية زي حاجة جميلة جدا زي مثلا اليوتيوب لو انت مسلا عندك فيديو موجود على اليوتيوب عاوز تعمله مثلا دمج تحط في الصفحة دية تعالوا نشوف كده مثلا ضغطنا على كلمة يوتيوب ماشي حيقول لك حطيلي هنا ايه اسم الفيديو اللي انت عاوز تعمله دمج انا هنفترض مسلا اه حكتب هنا مسلا عيد اكاديمي جدا هشوف القناة عندي هتظهر اللا وهنختار منه مسلا جزء بدغط على سيرش لا مظهرتش في الاول تعالوا نختار مسلا اه طبعا انت لازم الفيديو زي موت لك لازم هيكون موجود عندك تعالوا نجرب عاملين نرجع هنا مسلا لحسابي بتاع اليوتيوب اهوت ونروح على قناة اه القناة بتحتي هيت تمام وهنفترض هنفترض مسلا انا عندي اه اه الفيديو دا وات لو ضغط عليه تعالوا ناخد العنوان بتاع الفيديو دا اهوت هنسخ العنوان بتاعه وهنروح رايح على الموقع اللي عندي هناك وهنطه كده اهو هيبدأ ازهري الفيديو اللي انا عاوز اهو او ممكن ممكن يزهري في النتيجة التانية النتيجة التالتة ماشي وراح ضغط عليه راح ضغط على كلمة تحديد هيبدأ يتعمله دمج في الصفحة زي ما انتم شايفين احط في اي مكان انا عاوزه بقى احطه هنا احطه في الاول ممكن يكون فيديو كده مسلا بيعمل ترويج اه الحاجة في الخدمة اللي انا بقدمها طب لو ضغطنا هنا على الاعدادات انا مجربتاش قبل كده الصراحة بس هنجرب بشاف اي الموجود بيقول لك هنا ايه اخفاء عناصر التحكم يعني الفيديو هيزهر بس مش هيزهر عناصر التحكم اللي عليه ان هو يعني هيشتغل اوتوماتيك ومش هيكون ايه اه الشخص ممكن يوقفه ويشغاله براحته لا يعني هيزهر كده ويشتغل على طول مباشرة ماشي يقول لك لون شريط التقدم احمر ابيض انا احطر اي حاجة مش مشكلة والسماح بوضع ملء الشاشة يعني الشخص ممكن يكبر الفيديو ده يبقى مالي الشاشة عنده نضغط كلمة تم وتعالوا نشوف شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي في الموقع الالكتروني بتاعي لو نزلنا كده هوت زي ما انتم شايفين لو ضغطنا عليه هيبدأ الفيديو يشتغل معي بس غالبا الشخص مش هيشوف ايه حاجات التحكم دي كلها منها تأثير قوي جدا هي حملات الريمواركتين تعالوا نرجع تاني لضغط هنا كده انا عاوز بس اضغط مرة تانية واشوف الاعدادات اخفاء عناصر التحكم هم فوق تتشائل يعني ازالة من العرض يعني اقل عادي تلاشة تتقدم تعالوا نجربوا على كده مثلا هتشوف هاي يظهر فرق في العرض بتاعي ولا هو هو اه نضغط كده يعني هو هو هترمح يظهر للناس بشكل مختلف عن الشكل ده طيب كده احنا خلصنا يعني الحاجات الاساسية في تصميم الموقع الالكتروني وازاي ان انا اصمم موقع بمنتهى السهولة زي ما انتم شايفين يعني ماخدش مننا وقت كبير وعملت صفحة شكلها احترافي جدا وممكن استخدم الصفحة دي كموقع الالكتروني لية او ممكن استخدمها في الحملات كمان على السناب شات على الحملات على فيسبوك على الاستجرام تبقى صفحة هبوط للعملة ان هم يروحوا عليها يشوفوا المنتج بتاعي يشوفوا العرض بتاعي اه الى اخيره طيب تعالوا بقى كده فضل لنا جزء اخير اه عاوزين نخلصه الا وهو اللوجو او الشعار اللي بيظهر فوق زي ما انتم شايفين كده وعاوزين نضيف الشعار دوت وعاوزين نضيف صفحات اخرى على الموقع هنعمل كده ازاي تعالوا نرجع كده للموقع بتاعنا احنا عملنا دلوقتي اولا حكاية اللوجو لو جيت ضغطت هنا كده على كلمة الاعدادات هيفتح لك صفحة كده تمام؟ فيه هنا حاجة اسمها صور الاعلامة التجارية لو ضغطنا عليها اقول لك الشعار هنضغط علي كلمة تحميل وهنختار اللوجو اللي انا عاوزه انا حاليا صراحة مش متذكر اللوجو لانا كنت حطها في المكان بالزبط على الكمبيوتر عندي فانا هختار اي صورة تانية كده يعني نجرب عليها بس بعد ما اخترتها لو تلاحظوا ظهرت عندي في الجزء اللي فوق هنا تمام؟ طيب النص البديل ده حاجة خاصة بتحسين الموقع لمحركات البحث يعني مثلا نفترض ان انا عندي زي اسم الموقع ده كده مثلا فحمة ولحمة واسمه اي اسم فحضنا اكثر ابت preventive limb name ونضعه في النص البديل بحيث تحسن الزهور الموقع على محركات البحث يعني ده بعختصار يعني الرمض المفضل عندما ، ايه هو الرمز المفضل ده؟ ده الرمز اللي هزهر في الجزء اللي فوق هنا شايفين المربع الازرق ده؟ ده هزهر مكانه اللوجو اللي انا اختاره긴 او حушки هتزهر في الجزء اللي فوق مكان المربع الازرق ده طب ضغط على كلمة تحميل هاختر نفس الصورة برضو اللي هي الشعار بتاعي وهحطها هنا كده طيب ادوات المشاهدين بيقولك ازهار وقت اخر تحديث للصفحة انا مش محتاج الكلام ده كله عشيلها دي هسيبها زي ما هي كده ان التقاط الخاصة دي بقى لانا عز اربط الموقع الالكتروني بتاعي بدومين انا شريح مخصص هربطه بيه من هنا طبعا مش مجال عشان ما انطويش الفيديو بتاعنا الاحصاءات طب برضو دي حاجة تانية يعني خاصة بالجوجل انالاتيكس او احصاءات جوجل عاوز اربطه بالاحصاءات طيب بانر الاعلان لك ازهار البانر اللي هو الجزء اللي فوق دوت تمام لا عاوز تحط رسالة تظهر عليه طبعا انا مش عاوز اغير حاجة في الكلام دوت الا لو انا عاوز اضيف سرء زر يظهر فوق فهدغط هنا كده مسلا اتصل بنا ماشي انا اغرار بس العربي تعالى مجربوها انا مجربتهاش صراحة بس تعالى مجرب كده اتصل بنا واحط هنا رابط اناقول مسلا جوجل وبنفس الحكاية ممكن احط رابط الواتساب غلالا بنستخدمه او نحط رابط انستجرام اية اية وسيل التواصل انا عاوزه يتواصل معي بي جوجل دوت كوم مسلا اه وبيقول لك انت عاوز لما يضغط على الزر دوت هل يفتح معي في صفحة تانية منفصلة ولا اه يتحول عليها واني بدل ما يتفتح في صفحة منفصلة لا انت الصفحة اللي انت كنت موجود فيها دلوقتي اللي هي في الموقع الالكتروني بتاعك هتتقفل وهيروح على الرابط اللي انت حطه انا بفضل بقول له افتح في علامة تبويب جديد ماشي طيب بقول لك الظهور فين هل في الصفحة الرئيسية فقط ولا في كل الصفحة بتاعت الموقع انا هقول له في كل الصفحة بتاعت الموقع طيب قلاص هل ضغط على الزر الاغلاق ده ماشي اه تعالوا بس نرجع تاني عايز تأكد ازا كان فيه كلمة حفظ احنا ما ضغطناش عليها ولا كل حاجة زي ما هي كل حاجة زي ما هي مفيش حفظ وبيحفظ اللي واحدش هكله كده طيب انا ما جلقتش حكاية البانر دي الصراحة فاخرين ايه نشوفها بعدين ايه موجود لك ازهار البانر لو ضغطنا كده اهو اهو انا ما كنتش عامل له ازهار ونشوف هل فيه تغيير اللي نفيش تغيير اهو تعالوا نشوف كده اهو شاي ما انت شايفين بص الجزء اللي فوق اهو فوق خالص اضاف لزر اول الصفحة اسمه اتصل بنا طيب لو حطنا نص مثلا اه دي بانر الاعلان هقول مثلا رسالة اه مطعم الاسطورة المطعم الاسطورة المشويات مثلا وشا ويرر ما على الفحم مثلا نعم على سبيل المساء على الفحم اهو طبعا انت ممكن تضيف يعني مثلا رقم تليفون بستيباك من دي اتصل بنا مثلا او حط رقم التليفون نقول مثلا اه 002 اي رقم وعندي بقى اتنين تليفون احنا افترض ان رقم التليفون بتاعنا وعمل اغلاق كده هتلاقوا زي ما انتم شايفين يعني شكلها صراحة ممتاز جدا اه ظهر عندي فوق اهو تعالوا نشوف الشكل كده على الموبايل وعلى جهزة التانية ادي هعد شكل على الكمبيوتر ظهر عندي فوق كده نفسي الحكاية مع الموبايل بس لاحظوا بقى ان ايه ان سطر الكلام اه ما كانش كافي فهتطر ان ايه لازم مخرجش بره الحدود اه بتاع الجزء ده فممكن نرجع كده تاني وروح جاي هنا على الاعداد وروح على بنار الاعلان واشيل مثلا الجزء ده كده اهو اصيبها كده وروح حاطت هنا قافل اهو زي ما انتم شايفين نرجع نشوفها على الموبايل تاني اهو بقى الكلام مش ناقص وظاهر كله اه كامل طيب اه فاضل بقى الجزء الاخيلة والجزء بتاع الصفحات تعالوا نقفل ده ونرجع كده اضغطت هنا على كلمة الصفحات هتلاقي عندك حاجة اسمها الصفحة الرئيسية طيب هنفطرت ان انت عاوز تضيف صفحة مثلا زي الموقع اللي عندنا هنا اسمها عناوين فروعنا مثلا على سبيل المثال هضغط كده واقوله ايه صفحة جديدة وهاختر اسم الصفحة اكثر مثلا فروعنا ماشي على سبيل المثال ايه اللي موجود في الخرارات المتقدمة ما صار مخصص ده العاوز يعني تحط له رابط مخصص ليه بس مش مش كلا دلوقتي ان نضغط على تم اه دلوقتي لاحظوا ان انا راحت من الصفحة الرئيسية راحلي على الصفحة بتاعت فروعنا صفحة فاضية خالص مفيش فيها اي محتوى ابدأ ان انا حط فيها اي محتوى انا عاوز احطه وحنفترض ان انا هروح هنا كده فحروح ايه اه تعالوا بقى نجرب لا مربع النص دي تعالوا نضغط عليه ضغطة واحدة كده هيفتح لي مربع هنا ماشي فانا هقول هضغط على دي كده عشان اجيب الكلام من يمين للشمال وهقول له مثلا فرع اه مثلا التجمع الخامس وهكمل هنا شوية كلام كده انا هحط اي حاجة فلاص فرع التجمع الخامس مثلا شارع كذا رقم كذا الى 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 اخير حلو طيب لو عاوز اغير نفسي يعني عاوز اغير الخط اروح جاي هنا كده اختار الخط بتاعنا احنا شغالين به اللي هو كايرو حجم الخط 13 طبعا صغير اولا انا هخلي مثلا 14 لو عاوز اغير لون الخط كمان فيش اي مشكلة اختار اي لون انا عاوزه من الالوان دي تاين اختار مثلا اللون ده كده اهو لون اغمق شوية ماشي الرابط دي ادراك رابط لو عاوز الناس اللي هيدغطوا على الكلام ده هيروه على رابط معين مهما يكون ايه هو ماشي ادراك رابط ماشي واحط الرابط بتاع الخرائط وفي نفس الوقت يقولك انت ممكن تخلي اللي يضغط على الكلام ممكن يروح على صفحة تانية اه في الموقع ماشي طب ازا انا اضيف حتة بقى كده سريع ازا اضيف مسلا ادراك بتاع الخرائط جوجل هروح مسلا هنا كده وهروح على الخرائط ماشي المابس انا هختار اي حاجة هختار اي حاجة موجودة انا اختار مثلا الفندوق ده كده اي حاجة انا بدي حاجة هسيبيه المثال انما انت عاوز الرابط بتاعك فهتروح رايح على المكان اللي انت عاوزه وهتروح ضغط عليه بالشكل دوت وهتيجهده بقى هتعمل ايه هتضغط على كلمة شير وهتروح قراط ايه ضغط على كوبي لينك او نسخ الرابط بعد ما تنسخ الرابط هتروح جايه هنا كده وهتروح هارت الرابط في الحتة ايه وهقول له ايه تطبيق ساعتها اللي هيدغط على الحتة دي هيروح رايح على ايه على خرائج جوجل ممكن بقى يضغط على اله او الاتجهاد يروح على اه الموقع بتاع المطعم دوت او بتاع الفرع دوت طبعا نفس الحكيه بقى ممكن اكررها بدل من ا اه اه ههعد مثلا اضيف كز مرة لا اه عامل جايه هنا كده راح نضغط على كوبي ده تكرار القسم و راح جايه هنا مغير بس الكلام اقول مسلا فرع مسلا فرع وسط البلد بالقاهرة مسلا يعني فرع وسط البلد بالقاهرة على سبيل المسال بس هروح جاي هنا بقى على الجزء ده راح اضغط على التعديل وهروح شاله الرابط دوت وحط الرابط بتاع الفرع التاني تمام دي مسلا صفحة بتاعة فروعنا طب العاص دي في صفحة كمان هروح جاي هنا على الصفحات ضغط عليها كده وانزل تحت على الاضافة وعادي في صفحة اللي انا عاوزها بغض النظر ايه هو المحتوى اللي انا هحطه في الصفحة ديت ماشي طبعا الافكار كلها اه متاحة على حسب كل واحد وحسب احتياجه طبعا انا هدغط على كلمة تم اه وهنا لو عاوز احزي في صفحة طبعا انا هعطنا صفحة ملاش معنى كده دلوقتي واعمل لها ايه حزف طب تعالوا نشوف ايه برضو الزر اللي هنا دوت اخلا وضغط عليه يقول لك طبعا اذا عاوز احول صفحة تانية اخلا وهي الصفحة الرئيسية مسلا مسلا نافتل ديetzt deceler د palavقنا دي طبعا واحد وضغط هنا كده اقول له خليلي صفحة دي هي الصفحة الرئيسية ماشي طيب اه الخصائص تعال شف مسلا الخصائص عنcy نكون فيها موجود ايه اضافة صفحة فرعية هلقى نشوف الخصائص هي هجيب لك تغير الاسم بس طب لو عاوز بقى صفحة فرعية هنشوف شكل لاحق بعمل ازاي بصوا لو دغط مسلا صفحة فرعية كده وهقول انا هسميها صفحة فرعية بقد النظر ايه هو المحتوى اللي هيكون موجود فيها هاجي صفحة فرعية وهدغط على كلمة تمي لو تلاحظوا الصفحة جات فين جات تحت الصفحة ديت طب ايه اللي هيحصل هنبص هنا هنلاقي ايه كلمة فرعنا بقى في جنبها ساهم كده ولو وقفت عليه هيظهر لي كلمة حاجة اسمها صفحة فرعية تعالوا نشوف الشكل هنا برضو عالطبيعة اهو ضغطنا بقى هنا بقى ظهر عندي ايه القايمة مكادش موجودة قبل كده لو ضغطت عليها هتبدأ تظهر عندي صفحة كده ادي الصفحة الرئيسية وادي صفحة فرعنا وتحتها في حاجة اسمها آآ صفحة فرعية ممكن اعمل بقى صفحة لكل فرع منفصل مسلا بالتفاصيل بتاعته الرقم التليفون وشارفه الخرايط وكذا 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 ممكن اضيف كل الصفحات اللي انا عاوزها كده احنا تقريبا غطينا آآ يعني الحاجات الاساسية آآ في تصميم موقع على جوجل آآ في بعض الحاجات طبعا ما جربنهاش الحاجات اللي هي موجودة هنا طبعا انحنا خدنا اللي هي اهم حاجات موجودة عندنا لو خدنا مثلا اللي هي كلمة المقسم هيحطلك مثلا راجعنا للصفحة الرئيسية حدلوقتي في الصفحة آآ مش عارف اي صفحة دي صراحة لغطنا على الصفحات حدلوقتي في الصفحة الفرعية انا عاوز راح الصفحة الرئيسية هدغط عليها ضغطة كده راح اخذني على ايه على الصفحة الرئيسية عشان اصمم فيها وحط فيها اللي انا عاوزه فلقا راجعنا مسلا على كلمة ادراج شوفوا هنا مسلا مفيش حاجة فاصلة فيش خط في النص كده لو عارض على كلمة مقسم هيبدأ يظهر لي خط كده ملون في النص يعني بيعامل شكل في النص كشكل جمالي شوية آآ يغفر في شكل الصفحة يعني محتاجة او مش محتاجة براحتك ممكن تحطها ممكن ما تحطوش يعني آآ لو قلنا مثلا هنا المستندات ممكن تحط ملف ورد الرسوم البيانية ممكن تحط رسوم بعينية جداول البيانات ممكن تحط حاجة اكسل العروض التقديمية ممكن تحط ملف باور بوينت الى اخره شويل احط لك شوية حاجات كده ممكن اندنت تضفها على آآ الصفحة بتاعتك او على الموقع بتاعك وخلاص كده افاضل الخطوة الاخيرة آآ حد يخمن ايه هي حاجة مهمة جدا ان انا ابدأ انشر الموقع ده ويبدأ ان هو يكون متاح على الانترنت ويكون لي رابط ممكن ان انا انشره واستخدمه في حملات تسويقية او واستخدمه باي طريقة مهما كانت فلازم بقى هروح على كلمة نشر عشان ابدأ ان انا انشر الموقع ممكن اجي هنا كده مسلا هسميه اي اسم انا هسميه مطعم الاسطورة المطعم ده نفس جربه شكله كده يفتح النفس الاسطورة الموقع ده تقريبا في الرياض بتاع شاور مع الفحل وهاد اغطى اي مكان برا كده طبعا ده مش ظهر للناس دي بس عشان انا بعلم اسم الموقع ده ايه وارح ضغط على كلمة نشر اه بيقول لي بقى اختار شكل الرابط ماشي طبعا يعني الموقع يبقى بالشكل ده الموقع بقى لانت هتحطه ولازم يكون بالانجليزي فانا هحاول جده للغة الانجليزية وحنجرب كلمة الاسطورة مقدم ظهرت بالاحمر كده يبقى الاسم ده مش متاح فيه حد واخد الاسم ده انا اختار الاسطورة بس احط كده حاجة ايه 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 كلام واحد اتنين تلاتة اربعة مثلا يعني او ممكن اختار اسمه من فاصل خالص اسمي غير كلمة الاسطورة ده مقدم عمل لك علامة الصح كده بقى الرابط ده كده متاح مفيش فيه اي مشكلة ماشي تعمل لك بقى نطاق خاص لو انت بقى عاوز دي بقى لها اعدادات تانية مختلفة ولها شغل تانية مختلفة لو انت عاوز تربط الموقع دوت على دومين يبقى اسمك انت مسلا www.lustura.com مسلا على سبيل المسال لانه هسيبه كده مجاني مفيش في اي حاجة فيش في اي مشكلة حتة بقى الاخيرة ده ده دي حتة برضو خطيرة شوية بيقول لك الطلب من محركات البحث المتاحة للجميع اللي تعرض موقع الالكتروني دي برضو يعني ايه يعني لو دخل حد مسلا كتب اه الاستورة او مطعم الاستورة مش هيظهرله في نتائج البحث مش هيظهره في نتائج البحث على جوجل ولا في محركات اي بحث اخر فهو حتى مش معلم لك عليها وسيبها كده انا برضو هنسيبها كده بنعاوز ويظهر في محركات البحث عادي لو حد بحث عنه لو مش عاوز ويظهر في محركات البحث هروح ضغط على العلامة دي كده واعلم عليها. بس خلاص انا حاول ده قد بقى على كلمة نشر. ودي كده الخطوة الاخيرة. بيقول لك جاري النشر. تحت يقول لك ايه تم نشر موقعك بنجاح. لو ضغطت على مشاهدة. هيبدأ ياخدك على الموقع وهو هنمسك الرابط فوق. والاستورة واحد من تلاتة اربعة. وهنا عندي الصفحة الرئيسية. لو ضغطت على كلمة فروعنا. هيخدني على صفحة فروعنا اهيه. لو وقفت عليها وضغط روحت ع الصفحة الفرعية. هياخدني على الصفحة الفرعية اللي احنا سايبنا فاضية. ده قدت على الصفحة الرئيسية هيبدأ ياخدني على الصفحة الرئيسية تاني. وهكذا اشوف لو نزلنا تحت حتى مثبت لك الجزء بتاع القايمة. دي حاجة حركة جميلة قوي. مثبت لك البانر اللي احنا عمينه فوق دوت. تمام? اه كده احنا تقريبا خلصنا الحاجات الاساسية في مواقع جوجل المجانية. وان شاء الله اه يعني فيها لو في اي شروحات فيها تانية ان شاء الله هنزلها لكم على القناة بحيس نستفيد منها جميعا. او ان انا ان شاء الله هنزل لكم آآ يعني نمازج لمواقع تانية آآ بشكل مختلف غير المطعم مسلا والكلم ده كل. حنا انتقل بقى للجزء الاخير اللي انا اتكلمتوك عليه ازاي ان انا حقق ربح ان انا اعمل خدمة ديت. ان الراجل بيصمم صفحات على جوجل صفحات مجانية بتكلفش حاجة. بس طبعا باخد حقق تعبي ان انا بعد اتصمم لك الصفحة ديت. انت عندك حملة عاوز تعملها مسلا على الاسناب شات او على الفيسبوك او على انستجرام او غيره على تيك توك. وعاوز صفحة ومعندكش موقع الكتروني. طبعا انا مرشحش الكلام دوت للشركات الكبيرة او البيزنس الكبير. البيزنس المحترم الكبير لازم يكون عنده موقع الكتروني خاص بيه. عملا لو شغل صغير يعني صغار الاعمال والكلام ده كله فانا ممكن نشتغل على الصفحة دي عادة جدا. طب ازاي ان انا حقق ربح وقدم الخدمة دي للناس? تعالوا اقول لكم ازاي? لو روحنا على جوجل اكتب هنا بس كلمة خمسات. موقع اسمه موقع اسمه خمسات. عليه ضغط كده? اهو زي ما انتم شايفين اسمه خمسات لبيع وشراء الخدمات المساررة. لو ضغطنا عليه الموقع دوت الناس بتقدم عليه خدمات كتيرة جدا. خدمات تسويق الكتروني خدمات مش عالي برمجة خدمات اعمال تصميم فيديو كل الخدمات اللي انتم شايفينها ديت. حضرتك هتسجل على الحساب على الموقع الدوت. هتعمل تسجيل حساب جديد. انا بس مش هشرح بالتفصيل عشان ما نطولش دلوقتي. تعالوا نشوف مسلا الحساب بتاعي انا على خمسات. لو روحنا هنا كده نفس الحكاية كتبت خمسات. اه وهضغط هنا هوت. بعد ما هتنت هتعمل حساب على موقع خمسات وتسجل عليه. طبعا هو متاح في الدول العربية بس. الناس اللي هو موجودة في السعودية ومصر. يعني حوالي خمس دول كده فقط هو المتاح عليه والموقع الدوت. هتسجل عليه وتخش تسجل عليه. بعد ما هتسجل عليه وبعندك حساب هتضغط على كلمة قضف خدمة. و هتبدأ هنا تكتب عنوان الخدمة بتاعتك. هتقول مسلا اه تصميم اه صفحات موقع تصميم صفحة موقع الكتروني اه او تصميم صفحة صفحة هبوط لموقع الكتروني. يعني هتختار الاسم الخدمة اللي انت عاوزوا. و هتختار التصميم فتاحها اللي هي مسلا التسويق الاكتروني او خدمات اللي هي التصميم. وبعد كده هتكتب وصف الخدمة بتاعتك هنا. طبعا يعني خمسات ليها شرح اه منفصل. ان شاء الله عمدكم شرح منفصل لها. فانتو بس تابعوني. وانا هنزل شرح منفصل ازاي? اضيف خدمة على موقع خمسات. المهم انك هتيجي في الاخر حضرتك. هتضيف صور مسلا للمواقع اللي انت عملتها قبل كده. طبعا انت لازم تروح تعمل مواقع الاول وتجرب وتعمل حاجة كده اشكال شكلها جميل جدا. كمعرض للصور الاعمال بتاعتك. وعد يجي تختار سعر الخدمة لو نفترض ان انت هتبدأ الخدمة دي من عشرة دولار. طبعا موقع الخمسات بياخد عشرين في المية اه على الخدمة ديت. انا اختار مسلا اه الخدمة عشرة دولار. مودة التسليم انت تقدر تخلص الموقع ده خلال قد دي. انا شايف يوم واحد ها كويسة جدا. وبعدين هتبدأ ان انت تعمل اضف الخدمة. هتبدأ ان الخدمة تضاف على موقع خمسات. وباذن الله يبدأ ايجيلك ناس تطلب منك الخدمة ديت. وتبدأ ان انت تنفزها لهم اه من البيت بمنتهى السهولة. وتتحقق ربح عن طريق تصميم المواقع اه على شركة جوجل. في النهاية ارجو ان شاء الله ان يكون الفيديو عجبكم. وحاولت ان انا اقدم شرح يعني مفصل ويوضح لكم كل شيء. ولو في اي حاجة واقفت معاكم او عندكم استفسار او سؤال عن الخدمة او الفيديو اللي احنا قدمناه النهاردة. اكتب لي في التعليقات وان شاء الله انا هارد عليه في اقرب وقت. وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. وفعلوا جرس التنبيهات عشان بازن الله يوصلكو الفيديوهات الجديدة والتحديثات اللي هننزلها اول باول وتستفيدوا منها دايما ان شاء الله على قناة عيد اكاديمي ودعاء كلية. وعندوك اي استفسار تاني اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله انا هارد على كل الناس اللي هتكتب لي في التعليقات ونشوف وصف الفيديو هتلاقي رابط مفيدة وهضطوك لو في اي رابط مفيدة تانية هضطوها لكم في اول تعليق في الفيديو ونشوفكم الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم